اشتركوا في القناة جندوسي لاعب منتخب المحلي الجزائري وفريق سطيف سابقا رسميا مع نادي الاهل المصري النادي العريق الذي تعاقد مع الجزائري جندوسي لمدة أربعة سنوات نادي الاهل ضم اللاعب الجزائري بعد منافسة كبيرة مع غنيمه التقليدي نادي الزمالك المصري هذا اللاعب الجزائري الذي يشارك الآن في المنتخب الوطني في كأس افريقيا للعبين المحلي يستكمل مشواره مع فريق منتخب بلادنا الجزائري إلى نهاية الشان وفوز الجزائري في المنافسة بحول الله نادي الاهل أوضح في بيان له أنه وافق على ترك اللاعب لمنتخبه الجزائري في البطولة القرية وعدم انضمامه إلى بعضة الأحمر في المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية جدل كبير أحدثه هذا اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انضمامه لنادي الأهل هذا اللاعب الجزائري المحترف جعل عشاق نادي الأهل المصري سعيدين وحيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة لانضمامه جندوزي للنادي الأهلي لنتابع مع بعض بعض التعليقات البداية بهذا الحساب لأحمد الذي كتب لاعب ممتاز بيجد نأخذ حساب آخر لهذا الحساب عباس علق على انضمام جندوزي لمنتخب للأهل المصري عبر تويتر وقال ما شاء الله رائع بيعدي زي الحلاوة في السبانيخية هلو الله في نادي القرن ننتقل أيضا إلى هذا الحساب خالد كتب أيضا وعلق مشكور النادي الأهلي لانضمام اللاعب الجزائري ننتقل أيضا إلى هذا الحساب لعبدالناصر البار هذا الإعلامي الذي كتب وعلق لعب مميز ويملك إمكانيات كبيرة وقادر على تقديم الكثير للمنتخب الأهلي ننتقل أيضا لعبدالله خليفة كتب وعلق يهنانا يساعدنا الجندوزي عندنا حساب آخر محمد كتب وعلق من شاء الله ربنا يوفقه معنا يا رب سماح يا جوكر ابننا ادلع براحتك يبدو أن المصريين وعشاق نادي الأهلي ساعدونا جدا بانضمام اللاعب الجزائري لنادي الأهلي ممكن هذا الحساب أيضا علق على تويتر هاشتاغ الجندوزي أهلاوي بالتوفيق ويبعد عنك الحاقدين والملبلبين أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الإخبارية بمجرد أن أعلن حكم مباراة مدغشقر والموزنبيق التي انتهت بفوز المنتخب أو منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف لهدف واحد وتأهل منتخب مدغشقر للمربع الذهبي دخلت بعثة منتخب مدغشقر في حالة فرح هستيرية لأنها أول مرة تشارك في كأس إفريقيا للمحليين وأيضا التأهل للنصف النهائي البعثة وبعد وصولها إلى فندق رويال بولاية قسانطينة حذيت باستقبال خرافي في فندق رويال بقسانطينة نتابع مع بعض هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وباحترافية كبيرة نعم لقد نجحنا في كسر السورة السلبية التي كان يحملها البعض عن الجزائر بعد سنين من التشويحة نعم إنها الجزائر ونحن فخورين كوننا ننتمي إلى بلد مليون والنصف مليون شهيدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو رصدنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب لناس قسانطينة هذا الحساب كتب وفد منتخب مدغشقر يحظى بجولة سياحية بمدينة قسانطينة ويعجب من معالمها وتاريخها نأخذ حساب آخر وليد كتب وعلق شكرا لكل من يسوق لوطنه ويعطي صورة مشرفة لهذا البلد الغالي نأخذ أيضا حساب آخر فيروز التي كتبت على موقع الفيسبوك أهلا وسهلا بضيوف الجزائر الكرامة ممكن تعليق آخر لهذا الحساب علي الذي كتب وقال مرحبا بكم جميعا ومرحبا بضيوف الجزائر هذا الحساب أيضا كتب وعلق واللا روع استغلال هكذا مظاهرات أو تظاهرات لإظهار طرات الجزائر أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الإخبارية هذه الممرضة الشهمة الشجاعة والتي سطاعت أن تعمل في ظروف استثنائية هذه صورتها أو بعبارة أخرى ظروف كارثية هذه الممرضة التي قطعت طريق والي ولاية السعيدة سيد أحمد بودوح الذي كان يقوم بخرجة ميدانية مفاجئة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد مغري بهذه الولاية ولاية السعيدة لتضعه هذه المجاهدة كما وصفها والي الولاية في الصورة الحقيقية والوضعية الكارثية التي ألت إليها مصلحة الاستعجال من إنعدام الغاز وقاعات العلاج ومشاكل أخرى نتابعوها مع بعض في هذا الفيديو ترجمة نتابعوها قضية الشخصية شخصية شخصية هذا ما هي السعادة؟ هذا السعادة؟ نعم 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 هذا ما نستطيع نقول نعم 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 سابق واحد الديصاب قام به يعلم سابق نعم حراسة والتمريض حقيقة هي مرأة بألف رجل تقوم بالحراسة والتمريض حقيقة ترفع لها قبعة الاحترام والتقدير روادوا مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع فيديو السيدة الشهمة من ولاية السعيدة رصدنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب هشام الذي كتب وعلق يعطيك الصحة هنا تفهم البلاد يكون معطلها غير أشباه المسؤولين إن شاء الله هذا المخلوق ما ينتقموش منها برك نأخذ تعليق آخر هذا الحساب لآدم الذي كتب هذه خدمة تلمير قاعات العلاج تابعة للبلديات والبلديات أكثر من نصفها عاجز ماليا ننتقل إلى تعليق آخر عمادة الذي كتب أيضا تحية الوالي وشجاعة الممرضة على الواقع نأخذ أيضا هذا الحساب حسام الذي كتب وقال للعلق على الممرضة وقال هذه فحلة برافو حساب آخر بوزيد بوزيد أيضا على موقع الانستغرام كتب أخش عليها من ردة فعل انتقامية ننتقل أيضا إلى هذا الحساب علي الذي كتب وقال الله يعطيك صحة إمرأة فحلة وبنت فاميليا ممكن آخر تعليق لمقدم الذي كتب أيضا وواصفا هذه المرأة الشجاعة إمرأة بألف رجل يعطيك صحة أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الإخبارية إلى هنا نصل وإياكم إلى ختم عدد اليوم من ترنديج الشروق نيوز ألقاكم غدا بحول الله سلام الله عليكم